النهاردة بازداد هنتكلم على موضوع مهم جدا والناس كتير جدا كانت بتسأل عليه هنتكلم على الموضوع بكامل تفاصيله وتفاصيل حقيقة من احدى المتخصصين في هذا المجال انا رحت مصنع واثنين وتلاتة وتكلمت مع اثنين من المتخصصين في استراد المكينة وشخص من المصانع المتخصصة في صناعة لقابة ورقية يعني اتكلمت مع المستورد اتكلمت مع المصنع لو حضرتك مهتم بموضوع تصنيع الاكواب الورقية تابع معاني الفيديو اللي هنشرح فيه ان شاء الله كل ما يتعلق بمواصفات واسعار المكان واسعار ومواصفات وانواع المواد الخام واحجام الاكواب وايه المطلوب منها في السوق العربي والمصري هنتكلم شاء الله بالتفصيل من ناحية انواع السرعة والسعر والمواصفات الفنية والاوالب وكم من الوقت بالصغرق القالب عشان يتغير من الصنبة لصنبة تانية كمان بالنسبة للمواد الخام في منها الابيض وفي منها المقصوص وفي منها المطبوع هنعرف اسعار الطن لكل الانواع كمان في النهاية هنشرح دراسة جدوى للتكاليف والارادات المتوقعة للمشروع في حالة انتاج اربعة طن في الشهر وده هيكون بالارقام فاتبع معانا الفيديو ان شاء الله للاخر باذن الله يكون فيديو مفيد عندنا بالنسبة للمكينات في منها نوعين النوع الاول بيستخدم تقنية اللحام ده اللي بيكون فيه متصف القود ده عن طريل حرارة وده بيسمى لحام حراري النوع التاني بيستخدم فيها لحام الالتراسونيك وده عبارة عن موجات كهربائية تسمى الموجات فوق الصوتية ولكن اللحام الالتراسونيك بيكون ليه جودة اعلى وبالتالي سعر المكناة بتبقى اعلى يعني اي حد مقبل على هذا المشروع لازم يسأل المكناة لحام هل هو التراسونيك ام لحام حراري ده بيفرق طبعا في السعر لان انت ممكن تروح عند ابتر من تاجر فتلاحظ ان فيه فرق في الاسعار فلازم تعرف المصطفات الفنية هنا والمصطفات الفنية هنا بالنسبة للحام الالتراسونيك زي مطلق بيتم فيها اللحام عن طريق الضغط مع الكهرباء وبيبدأ اللحام على الكوب من الجنب فاحنا كده عندنا نوعي من اللحام مكينات لحام حراري ومكينات اللحام التراسونيك زي موطلق الالتراسونيك بتكون فيه النتيجة افضل وبالتالي انتاجية افضل وكمان السعر بيبقى اعلى من اللحام الحراري المكينات دي بتعمل منتجات من اكواب ورقية وغيرها وداخل الكوب نفسه بيكون فيه طبقة من البلاستيك الغذائي الكوب بيكون املس من الخارج بدون يد وفيه مكينات اخرى بتعمل الكوب مع اليد وطبعا انت بتشير المكينة حسب طلبك على حسب السوق اللي انت متوجد فيه هل محتاج اليد مع الكوب اما الكوب من غير يد فيه كمان مكينات تاني بتعمل الغطى بتاع الكوب كله طبعا زي ما قلتلك مكينة وحسب موصفاتها هنتكلم على مقاس الاكواب الورقية عندنا فيه اكتر من نوع من المقاسات عندنا مقاس الاربع انز والستة انز بيكونوا تقريبا الصنبة واحدة ده مخاصص للقهوة والمقاسات اللي بعد كده سبعة وتمانية وتسعة انز وده بيكون مخاصص للشاي ونسكة فيه والمشروبات السخنة المقاسات اللي بعد كده عشر اتناشر اربعتاشر بيكون للمشروبات البردة خاصة اتناشر فيه انواع تانية اكبر من كده زي ما قلتلك لغاية عشرين انز الماكينة بتيجي بالسطنبة واحدة انت لو عايز تغير الاسطنبة بتجيب اسطنبة اضافية يعني الاسطنبة اربعة وشدة بتكون في اسطنبة واحدة الاسطنبة سبعة وتسعة بيكون لهم اسطنبة واحدة بالنسبة لي سرعة الماكينة سرعة الماكينة بتنقسم الى تلات سرعات النوع الاول هو هو السرعة العادية وده انتجيته من خمسة واربعين الى خمسين كوفيد ديئة الواحدة النوع التاني السرعة المتوسطة للتابعة بتكون اه من ستين الى سبعين كوب في دقيقة. والنوع الاخير بيعمل السرعة العالية هي مية وعنشين اه من مية وعنشين الى مية واربعين كوب في دقيقة الوحدة. الطلب بيكون على النوع الاول والتاني اكتر وخاصة النوع التاني. اما بالنسبة للنوع التالت فده بيكون مخصص للشركات اللي عندها انتاجيات بكمية كبيرة جدا. متوسط الانتاج زي ما نطلق بالنسبة للنوع التاني ستين الى سبعين. وده بيكون مناسب جدا لاي حد بدء المشروع. اذا عندنا السرعات تبدأ من خمسة واربعين كوب الى مية واربعين كوب في دقيقة. طبعا كل اللي احنا بنشرحه ده لازم حضرتك تاخد بالك منه وانت بتشري المكينة. ده بالنسبة للسرعات عشان لما حضرتك تطلق تشري المكينة تبقى عارف ان المكينة لها ثلاث سرعات. طبعا في نسبة كتير بتسأل هل المكينة بتاعة الكاب الورقية بتعمل كل الانواع والاشكال والمأسات ولا كل مكينة لها معين. المكينة طبعا بتعمل كل هذه الانواع لكن اه لازم تغير للصنبة. احنا زي ما قلنا للصنبة او الالب الاربعة والستة هما مقاس واحد والسبعة والتسعة مقاس واحد وبعد كده كل المقاسات لها كل مقاس ليه قالب واحد. فانت عشان تغير المقاس لازم تغير الالب بتاع المكينة. تغيير الالب في السرع العادية بياخد حوالي يوم كامل. اما تغيير الالب في السرع المتوسطة اللي هي من ستين الى سبعين كوب في دقيقة ده بياخد منك حوالي يوم ونص. بتغير في المكينة ادوات كتير طبعا اه القلب كله بتغير بالنسبة ليه المكينة سواء السرعة العادية او السرعة المتوسطة. طبعا بالنسبة للشركات الكبيرة اللي عندها طلبات كتيرة جدا بيكون مخصص اه ماكينة او ماكينتين لكل مقاس وبالتالي بيكون عنده اكتر من ماكينة ان ده بياخد منه وقت عشان ما يخسرش اه يوم كامل في تغيير الاستنبة او القلب فهو بيبقى عنده اه مكينات كتير زي ما قلت لك ممكن مقاس واحد يبقى عنده مكانتين فده اه يعني اه مكلف شوية لكن بنسبة للشركات اللي عندها طلبات كتير اه بيبقى يعني اه افضل من ان هو يغير للصماء. بالنسبة ليه استهلاك الكهرباء استهلاك الكهرباء للمكينة من خمسة الى سبعة كيلو وات. المساحة المطلوبة اتنين في تلاتة للمكينة الوحدة. يعني ده مساحة مساحة المكينة اتنين متر في تلاتة متر. طبعا المساحة المطلوبة تكون اعلى من كده. ممكن من خمسين الى ستين متر لان انت اه هتحتاج اه عندك المواد الخام لازم بالها مكان والمنتج النهائي ليه مكان والمكينة ليه مكان. المادة الخام. المادة الخام تيجي في حالتين. الحالة الاولى الورق بيجي رول ابيض خام. وده بيتم طباعته على مكينة الطباعة وبعدين يدخل على مكينة القص او التكسير. وده في بداية عملك بيكون مكلف جدا لان اسعار مكينة الطباعة والمقص غالية جدا. يعني ممكن يعدل خمسين الف دولار مكينة الطباعة ومكينة التكسير. الحاجة التانية والذي يعني بيفضل انك انت تبدأ بيها انك بتشير الرول مقصوص جاهز. ومطبوع يدخل على مكينة التشكيل الاكواب مباشرة. ويكون معاه كمان رول مخصص لكعب الكوب. طبعا زي ما طالك انا منصحك في البداية. لو انت لسه يبادئ انك تشير الورق مطبوع ومقصوص. ان الورق الابيض الخام يعني بيكون مكلف عشان مكينة الطباعة ومكينة تكسير الورق بيكون سعرهم عالي جدا. بالنسبة لا اسعار المكينات اسعار المكينات بالنسبة للمكينة العادية اللي هي من ستين الى سبعين كوب. بيكون في حدود من مية وخمسين الى ميتين الف. السرعات المتوسطة سعرها من اه ميتين وستين الف الى تلتمائة الف. والسرعات العالية سعرها في حدود تلتمائة وخمسين الف جنيه مصري. طبعا الاسعار دي شاملة الجمارك وشاملة النقل وشاملة كل حاجة وشاملة تخليص. انت بتستلمها من الشركة وفي بعض الشركات بيكون عندها البضاعة حضرة. وفي بعض الشركات بتدفع آآ مؤدن بالعادة وتستنى المكينة لما تتشحن في حدود يعني من اربعين الى ستين يوم. الورق لازم ناخد بالك ان الاوزان بتاعته مختلفة. يعني الوزن الكوب بيكون مختلف. آآ في مية مية وتمانين جرام ميتين وخمسين جرام مية خمسة وتمانين جرام. وكل وزن من دول مختلف طبعا في سعره. هنتكلم دوقتي على دراسة الجدوى تقديرية دي المشروع. آآ الدراسة دي انا جبتها من احد المصانع المتخصصة في صناعة الاكواب الورقية. آآ عندنا النوعين او المأسين الاغلب الناس بتستخدمه هو مأس سبعة ومأس تسعة. انت جيد الطن من مأس سبعة حوالي متين وعشرين كرتونة. الكرتونة فيها الف كوب. من مأس تسعة حوالي متين كرتونة الكرتونة برضو فيها الف كوب. سعر بيع للمأس سبعة متوسطه من متين واربعين جنيه الى متين وسبعين جنيه. ده بنسبة للكرتونة الوحدة. هنتكلم دلوقتي على دراسة الجدوى للمشروع. دراسة الجدوى اللي هقدم لحضراتكم من احدى المتخصصين في هذا المجال. وهو مدير مبيعات في آآ احدى الشركات المنتجة للأكواب الورقية. بنسبة للآآ الانتاجيات طبعا تختلف انتاجية كل مقاس عن التاني. زي ما قلنا في احجام وفي مقاسات. الطن بينتج لي هناخد مسلا لاربع انز آآ بينتج الطن الواحد تلتمية وستين الف كوب. السبعة انز بينتج الطن الواحد متين وعشرين الف كوب. التسعة انز بينتج آآ متين الف كوب. آآ طبعا دي الاوزان او مقاسات اللي احنا آآ اللي عليها اغلب الطلب. آآ فاحنا النهاردة هنعمل دراسة الجدوى على المقاس سبعة اللي هو اكثر الطلب عليه بيكون في السوق. ممكن تغير الارقام لكل مقاس عشان تعرف ربحية كل مقاس. فلو خدنا زي ما قلنا المقاس سبعة انز وعملنا عليه الدراسة الجدوى بتاعته النهاردة. عندنا زي ما قلنا الطن بينتج حوالي متين وعشرين الف كوب. من متين وعشرين لتلاتين نحنا نقول متين وعشرين الف كوب. يعني متين وعشرين كارتونة. كل كارتونة فيها الف كوب. سعر بيع الكارتونة في السوق من متين واربعين الى ميتين وسبعين جنيه. ده بيختلف حسب الكمية المطلوبة وهي حسب الجودة. طبعا سعر بيع الكرتونة هناخد متوسط ميتين وخمسين جنيه. لانه زي ما قلت من متين واربعين الى ميتين وسبعين. فاحنا هناخد متوسط ميتين وخمسين جنيه. يعني لو تم بيع الطن بالكامل متين وعشرين كرتونة في ميتين وخمسين جنيه. فيكون سعر بيع الطن من مقاس سبعة خمسة وخمسين الف جنيه. هنطرح سعر اه تكلفة المادة الخام تلاتين الف جنيه. اه المادة الخام اللي هي لجسم الكوباية. وهنطرح اه متين كيلو جرام من اه المادة الخام للقاع بتاع الكوباية. خمس الاف ستتمين جنيه لانا الطن بسبب وعشرين الف جنيه من قاع الكوباية. اه والطن اه المادة الخام زي ما قولنا تلاتين الف جنيه. اه في هنا برضو معلومة عايز اوضح لكم ان الطن الواحد لجسم الكوباية بياخد متين كيلو للقاع يعني كل خمسة طن لجسم الكوباية بياخد طن واحد للقاع. ولو حضرتك هتعمل الكوب بيد يبقى هناخد برضو لكل خمسة طن آآ طن واحد ليد الكوباية. زي ما قلنا الطن المادة الخام تلاتين الف جنيه. بالنسبة لطن سعر طن القاع واليد بحوالي سبعة وعشرين الف جنيه. فاحنا كده عندنا سعر المادة الخامة او تكلفة المادة الخامة حوالي خمسة وتلاتين الف جنيه وستمية. من خمسة وخمسين الف جنيه هيكون عندنا الصافي تسعتاشر الف ربعمية. ده طبعا آآ ربح الطن الواحد قبل ما نخصم مصاليف التشغيل. التسعتاشر الف ربعمية في اربعة طن آآ شهريا. تجيت المكينة الواحدة في الاسبوع الواحد طن. فاحنا في الشهر هننتج اربعة طن. انما هنا برضو جزئي التسويق مهمة جدا جدا جدا. فاحنا لو حسبنا ان في الاسبوع حننتج طن واحد يعني في الشهر اربعة طن. آآ زي ما قلنا صافي الطن آآ تسعتاشر الف وربعمية. في اربعة طن للشهر الكامل بحوالي سبعة وسبعين الف وستمية. نجي نحسب مصاريف التشغيل للاربعة طن. عندنا مصاريف التشغيل زي الكهرباء والايجار والعمالة والتوزيع والتسويق والتغليف المنتج وصيانة المكينة. حنتكلم على كل واحدة من دول بالنسبة لك punishها يعني استهلاك المكينة في الشهر حوالي اربعة طلاف جنيه. وطبعا الرقم ده في زيادة اللي لانه في زيادة شوية لانه الطبيعي انه يقال من كده بالنسبة للمكينة. بالنسبة للإيجار لو افترضنا آآ بالزيادة ان إيجار شغال ووظيفته انه بيناول الورق ويرس الاكواف في الكاراتين. لو افترضنا ان مرتب المشغل خمس تلاف الى ستة الاف جنيه. والمساعد من الفين الى تلات تلاف جنيه. بالنسبة للتوزيع ده اهم النقاط في المشروع. يفضل لو عندك اه عربية سيزوكي عربية الفان او عربية ربع نال او عشان اه يعني مضوع التوزيع يكون في ايدك. يعني مش محتاج عربية ايجار. فلو افترضنا ان استهلاك البنزين العربية من الفين الى الفين ونص. اه راتب السواء من التلاف خمسمية الى اربع تلاف جنيه. اه مع العلم ان ان لو ما عندكش عربية ممكن تاخد عربية ايجار. انما يعني اه يفضل ان انت تجيب حاجة مسلا زي تروسيكل او عربية سوزيكو صغير. هيكون كده عندنا مصاريف التوزيع في حدود ستة الاف جنيه المرتب للسواء مع السهلاك البنزين. ولو هتاخد حاجة ايجار هيبقى فيه تقريبا نفس الرينج كده. بالنسبة للتغليف عبارة عن الاكياس والكاراتين. متوسط سعر الكارتونة خمسة جنيه والكيلو الاكياس خمسة وعشرين جنيه. يعني تكلفة الاربعة تن متوسط ستلاف جنيه الكاراتين واكياس. بالنسبة له الصيانة او الزيوتر المستخدمة اه في صيانة المكينة حوالي اه الفين جنيه شهريا. كده عندنا اجمال التكاليف للاربعة تن حوالي اربعة وتلاتين الف جنيه. هنطرح السبعة وسبعين الف جنيه ستمية اللي هما الاربعة طن نتاجة الاربعة طن بعد خصم المادة الخام من التكاليف الشهرية التكاليف التشغيل والصيانة اللي اربعة وتلاتين الف جنيه هيكون عندنا صافي اه ربح حوالي تلاتة واربعين الف ستمية. ده في الاربعة طن شهريا. لكن لازم تاخد بالك هنا ان التسويه مهم زي ما قلت ان انت هتوزع الاربعة طن هيبقى عندك درس الجدوى ان شاء الله اه بنفس هذا الشكل. كده نكون شرحنا تقريبا اغلب نواحي اه مشروع الاكواب الورقية. ده كان فيديو النهاردة عزيزي مشاهدين واللي شمل على كل التفاصيل الخاصة بموضوع صناعة الاكواب الورقية. اتباني تكونوا استفدتوا من الموضوع استفادة كاملة واخدتوا فكرة. لكن زي ما بقول لك حاول تدور برضو وتبحث واهم حاجة في الموضوع التسويه حاول تسوي قبل ما تشير المكينة وقبل ما تعمل اي حاجة. اه لو التسويق ان شاء الله اه كان مجدي معاك. حاول تعمل درس الجدوى عند احدى المتخصصين. بعدين شراء المكينة والتكاليف دي تعتبر اسهر حاجة لان اغلب الناس عندها رأس المال. لكن مش عارفة تعملي برأس المال. فالموضوع محتاج ترتيب من حضرتكم محتاج اه نبدأ من البداية اه التسويق بعدين درس الجدوى بعدين البداية في المشروع. اتمنى لحضرتكم كل توفيه ان شاء الله. شكرا لحضرتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.